تسلمت القوات المسلحة التركية الجيل الجديد المحلي من مدافع هوتزار ثلاثة في حفل حضره وزير الدفاع خلوصي أكار وقال وزير الدفاع في الحفل لن نترك أمن ودفاع تركيا لضمائر وقرارة أي اجتيجها وأكد أن صناعة الدفاع المحلية الوطنية حاجة لا غين عنها لنا وأثبتت فعاليتها وجودتها ولفت إلى أنه كانت هناك العديد من العقبات والصعوبات أثناء القيام بذلك وهي لا تحدث فجأة ونحن بحاجة للمتابعة والتقدير والدعم وشدد على تركيا بحاجة إلى جيش قوي ورادع أكثر من أي وقت مضى في ظل تطورات المحيطة في المنطقة كما تسلم الجيش التركي طائرة المخفر P-72 التي ستقوم بمهام الاستطلاع والحرب تحت البحر وستكون مزودة أيضا بتوربيدات مارك 54 ومارك 46 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر